اشتركوا في القناة جملة دي مهمة جدا ممكن تجيلي الجملة دي في الامتحان يقولي جملة دي في الامتحان تبقى ميزين جملة دي مهمة جدا يبقى مصر فيها اعمال رائعة جدا من الهندسة في القديم والحديث في القديم والحديث في الوصف في الاسوان طبعا مهمة جدا كمت ان الصخور او ان المعابد نحتت من الصخور تبقى مهمة جملة دي مهمة جدا لحد دلوقتي مش عارفين ازاي حطو خصوصا تمثال عمسيس التاني وفي وقت معين اعتقد يونجلوس على العرش وتاريخ ميلادو ان الشمس بتيجي على التمثال اعمار وهندسة رهيبة بالنسبة للفرعنة احنا هنا تكلمنا عن المعابد زمان واتكلمنا بقى عن بناء السد العالي وانتقال حناخد دلوقت الانتقال المعابد اللي ورا السد او اللي ممكن تتأثر بالفيضان وده يعتبر في العاصر الحديث The massive statues were cut into pieces which weighed over 30 tons each اسموا بقى التماثيل دي والمعابد الى حجرة كبيرة عشان ينقلوها these were raised over 60 meters of the cliff where they were attached to a concrete base The work took thousands of workers and more than three years to complete Today the temples which were reopened in 1968 are an amazing combination of ancient and modern Many years after the building of Abu Simbel China had a different problem which was solved by another great engineering project يبقى احنا كده بقارننا او اتكلمنا عن الهندسة في مصر الأديمة والحديثة وبنتكلم دلوقتي عن الصين طبعا طالما ذكرنا الصين يبقى صور الصين العظيم Many years ago enemies were attacking the rich towns of northern China The emperor decided to keep the attackers out So work on the great wall of China began in 220 BC and continued for hundreds of years يبقى صور الصين العظيم اتبان علشان ايه يبعد الحرمية واللصوص عن المدينة حماية Eventually في النهاية The wall reached a length of six 400 kilometre 6400 kilometre It is the longest structure ever built and was all made without machines تخيالوا بدون الات It's five meter width is wide enough for soldiers to ride along on horses to stop attackers from climbing over the wall عاوز يقول لي ان عرض الصور تقريبا خمسة متر يعني الجند يمشي ويحارب ويركب الحصان ويعيش حياته فوق الكبري او فوق الول عشان يمنع لو حاول اي ريدل او شخص يهاجم البلد يقدر يحميها ناخد بعد كده الديفينيشنز الديفينيشنز التعريفات ممكن يجيلي في الامتحان يجيبلي التعريف والاختار خصوصا في الاختيارات يمكن انا عجبني اول درس ده في قرائته في نفس الكلام ممكن نعلم على بعض الجمل كده اللي ممكن ياخدها كده وجيبالك في الامتحان واحنا عاملين كده في الامتحان عشان تفيدك بصمعي كده الشخص اللي بيسافر لو واحد مثلا ساكن في مدينة بعيدة وبيسافر كل يوم رايح جاي بسميه ديامتر 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 بحب ذو قيمة في المستقبل ماسف بيري بيج بيس قاعدة لم حب حط تمثال فبحط قاعدة الاول وحط تمثال عيبا ساميه بيس كورف لتقصد شيء ينحط كورف هو اهي ستيب روك صخرة منحدرة بنسميه منحدر صخري اليومينيت تقريبا من اهم كلمات اليوميت اللي ممكن تيجي في الامتحان يونير منيمنت اتلارج ستركتشور بناء كبير جدا نحن من ساميه القصر او القصر position position مكانة في المجتمع او يضع في مكان put something or someone in a place raise يرفع او يربي to move او اشف to move تحرك or lift something to a higher position raise اشعة narrow beams of light or energy from the sun unthinkable means impossible ناخد بعد كده بقى the language notes الفرع بين الكلمات زي ما احنا متعودين مع بعض commute from to commute between and commute بمعنى يسافر يوميا من مكان commute لها معنى تاني يخفف العقوبة travel يسافر عموما يبقى الفرق لو انا متسافر رايح شغل او commute لكن انا متسافر للفسحة لأي مكان اخر او لغرض تاني بس امي travel remind someone to do something و remind someone of something يعني يفكر انه يعمل شيء هفكرك تعمل حاجة لكن remind of بفكرك بحاجة تعملها بفكرك بعيد ميلاد بشيء remember remember about يتذكر ويتذكر عن بقول I can't remember her name مش قادر افتكر اسمها please remind me من فضلك فكرني يبقى كلمة remember يفتكر لوحده لكن remind شخص بيفكر شخص اخر ده فيه كمان كلمة recognize يتعرف على ودايما recognize يتعرف على بعد مرور فترة يعني بعد مثلا عشر سنين قبلت شخص اتعرفت عليه I could recognize he reminded me of my promise فكرني بالوعد بتاعي remember remember كمان لها معنى تاني لما remember meet your family يعني سلامي للأسرة بتاعتك compare to وcompare with إذا كدت يشبه وإذا كدت with يقارن the police compared the suspect's fingerprints with those found at the crime scene شوفنا بقول لي الشرطة بتقارن الأصابع أو البصامات اللي لقيتها بتاعت المشتبه به بالأصابع أو البصامات اللي كانت موجودة في مصرح الجريمة compare to with بالمقارنة به وديحنا قلناها يقارن وعندي in comparison بالمقارنة ودي النوم بتاعها excuse معزرة I will excuse you this time يعني هعزرك المرات but don't be later يتخش لاني please excuse my bad handwriting يعني معلش في الخط بتاعي please excuse me for being so late today تستخدم excuse me في عدة حالات عندما نريد أن نواجه سؤال أو excuse me معزرة can you tell me the way to the museum please أو عندما نخبر شخص أننا نريد مغادرة مكان excuse me mud أو بنسميه بالعربي عن إذنك عندما نتفق مع شخص بطريقة مهزبة واحدا اللي حكي أقول excuse me معزرة لكن أنا شايف أن الكلمة هنا أو رأيك مش مظبوط لاحظ استخدام الاسم بعض الحرف جر إن فيما يلي ودي مهمة جدا 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 إحنا قلناها إيه من غير ما نتكلم فيها قلت لو لقيت رقم ده الكلام ده بيننا كده دلوقتي رقم وجي بعد مفيش مشاكل لكن رقم نطبق الكلام ده على الكلام اللي بنقول بيقول هنا أنا حطيت إن عشان كل اللي بعدي هنون طب بص تحت كده يبقى لكن هاي بص أو بقت تحت هكده لونج وعند استخدام الصفات من الأسماء الدل على التجاهات لا نستخدم ذا ودي مهمة جدا يعني أنا حديكي مثلا على طب بولي يبقى طالما قلت في مصر الشمالية أو نورثرن ايجيبت أو the north of ايجيبت طيب لما حب أقول south أو southern ايجيبت طيب لما حب أقول the south of ايجيبت لاحظ الإختصارات BCE before the christian era BC بس before the christ أو the christ البعض يقول ها كده CE common era أو the christian era AD أنون دوميني ودي كلمة لاتني بعناها بعد الميلاد ever دائما بيجي بعدها تصريف ثالث بس المثال the great wall of china is the longest structure ever built it is the longest structure that has ever been built it is the largest picture ever painting it is the largest picture that has ever been painted ever بعدها تصريف ثالث أو passive been الفرق بين الكلمات بعندي lose loss lose lose يفقد verb طب loss النون خسارة lose شيء مفكوك عندي eliminate و eliminate eliminate ينور لكن eliminate يزيل the streets were illuminated with colored lights نور بألوان جميلة our team was eliminated in the first round it has them we should try to eliminate illiteracy in Egypt علينا أن نمحو الأمية في مصر عندي كلمة size و diameter size حجم لكن diameter قطر no معروفة بمعنى كلمة يعرف recognize يتعرف على أو يعترف رسميا بصمع كده I didn't recognize you in your uniform ما حدتش بالي منك باللبس الجديد بتاعك أو British medical qualifications are recognized in كندا خلاص تم الاعتراف بالمؤهلات الطبية الإنجليزية في كندا لو أنت معك مؤهلات لأن في بعض المؤهلات لو خدتها من دولة لدولة تقولك لما معترفش بها listen to we hear طبعا listen to يستمع بانتباه وقصد زي ما حاضرتك بسمعني دلوقتي أنت عاوش تسمعني فبتسمع لكن here لو مثلا حد من الأسرة بيعدي أو بتكلم أو مشغل حاجة فانتهير لأن أنت مش قصد مش عايز cost pay charge cost يكلف أو يتكلف أو تكلفة pay يدفع أو أقر charge يفرد أو يطلب ثمن وتبع معنا رسوم how much does a house like that cost in américa can I pay by credit card the restaurant charged us 40 pounds for the meal historic وhistorical historic هام من النحية التاريخية historical هام من النحية التاريخية أو مرتبط بالتاريخ أنا هقول على الأول كده بيننا وبن بعض historic يعني حاجة old أديمة لو أنا جبت حاجة كده أديمة جدا أقول oh historic لكن لو جبت مثلا كوباية وحطيت عليها رسمة أديمة أو historical دي ليها علاقة بالتاريخ لكن حاجة نفسها مش أديمة لكن الاتنين بيتساوي مع بعض في الكلمة دي historic أو historical monuments أثار تاريخية لكن لما أقول historical research أبحاث في التاريخ يعني البحث نعمل دلوقتي لكن بكتب عن شخصية أديمة فأقول historical لأن البحث جديد ولكن يتصل بالتاريخ ليها علاقة بالتاريخ نيجي بقى لي الإكسرسايسيز اللي نجرب فيها مع بعض ونشوف إحنا هنحلها إزاي ونتناقش فيها كده وحسيبك فرصة تفكر الأول بصي معاي كده في الإكسرسايسيز يترى المصنع عاوز يعمل إيه الجملة التانية الانفاق وز كت مصنع مصنع يترى انتو ولا وذ ولا أو ولا أت تأخذ متر الأنفاق بعض الناس يتصح تحكير 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 وع Spring تعمل تحكير المصنع وعلى العداء في بردية التواصل ومع وقع وقع أصداد وإعطاء يستطيع تم تتخل تم تم وتم تحكير من تحكير على الزو تحكير لا نتقش مع بعض الطبيعي لازم اقول يستثمر واحد يقول لي انتو ولا او ولا ات لازم اقول انتو لشكل مستطيل ان انا اخد متر الانفاء في واحد بعض الطلبين يقول لي ترافل ما ينفعش اقول اخد متر الانفاء مش اسافر متر الانفاء اربعة لازم اول ما اشوف الجملة كده لازم اعرف ان هي كوميوت خمسة رحلة او لازم اقول تتكلف يبا كوستس ستة بعض الناس يقدروا ماني باي ترافلينج اون ذي اندر جراوند لو سفرنا تحت بمتر الانفاء دايما متر الانفاء رخيص فاقول سيف يوفر ستة سبعة مانه تضع الانفاء متر الانفاء ماء يترا ماسف ولا اكتف ولا اكتف ولا ألايف ولا الترنتف نحل ما بعد كده هتلاقي لاجمات على طول كلمة ماسف جملة زي دي بعض الناس بتاخد كلمة open ما تنفعش ما تنفعش أقول المترو فتح لكن أقول بدأ started يبقى لجابة أنا سامع البعض بقوله هو engineering يبقى الهندسة عشرة ودائما في الامتحان بحتي عشان أي إجابة تختارها تبقى صح إيه لو حرف ساكن وأن حرف متحرك التعليم تحبرة عن إيه شباب عن أمنية في المستقبل ولا رغبة لكن التعليم هو استثمار يبقى إنفستمت ١١ وإن أمنية في المستقبل أمنية في المستقبل وإن أمنية في المستقبل طالما قلت ترافل يبقى اللي جابة كوميوترز ١١ أمنية في المستقبل 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 ١٦ ١٦ أمنية في المستقبل 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 الهرم فبقول عالي ١٥ مترز يا ترى بقى عندي أخطار هايت أو هيت والله هاي أنا عندي هنا إن ولا ما عنديش ما عنديش يبقى رقم وبعده أجيكتف صفة تبقى هاي ٢١ ٢٣ أمنية في المستقبل يبقى على طول من غير ما تكمل يبقى مونيمنت ٢١ أكلف مينز هاي إذن منحدر الصخري حتى من إسمها يبقى الإجابة رق ٢١ ٢ مينز تكت ستون تقطع في الصخرة كده يبقى ينحت يبقى كارف ٢١ ٢ تعمل نور تنوى يبقى إليومينات ٢ ٢ تحايل الرقم يبقى ريز ترفى حاجة الفوق ٢ كانت بتهاجم طبعاً بناء سد عالي معنى أن الدل تحت من ثلاثين لأربعة وثلاثين أنا حقر الجمل الأول وحسيبة كنت بتقرأ كده تفكر بقول لجابات مع بعض بسرعة اكتب لجابة كده معي وبعضين نتماقش ثلاثين الانتماقياً 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 6-400 كيلومتر 32 الانتماقياً بدأت في 220 بصدق وبدأ بدأت 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 من حسنة لتعلم كان لاحظة 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 بدأت بإيجيبت يجب أن تتحسس واحدة من المنمينة 34 Since I have the first text, when I say that 30 terms are doing not only 31, I would suggest, eventually, 32, I would start, or continue, or opened, or offered. العمل بدأ في 2020 قبل الميلاد أقول بدأ العمل بدأ وأقول استراتف كمان لا ما تنفعش يبقى الطبيعي أن أنا أقول استمر 33 إتوز مغم أفكر اللي جابة ليس من المستحيل كلمة مستحيل بقى ليس موجودة في كلمة تلاتة واربعين هذا الطبيعي يقول لها مزيج بين القديم والجديد 35 أحبارات 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 كده لا أعرف الإجابة العمل أحبارات 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 الجمهة متنائية بالضبط من التكست نعم لما قلت تيك يجي بعدها حاجة معروفة 37 الوحبارات يحبارات أحبارات 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 يعترح حكومة تحاول تعمل تحاول تعمل 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 أحبارات 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 تعالك الجمهة الأولى كده أحبارات 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 لازم يجي بعدها الحكومة الحكومة في رقم 37 أتراكت تجذب 38 مش عاوز يفوت مني الأوتوبيس يبقى ميس 39 إفر بعدها تصريف ثالث تبقى ديسكافرد الجملة الأخيرة بروفايد فور بعد ما أخذنا مع بعض الاختيارات والجمل اللي دي دايماً هي اللي بتيجي في الامتحانات منها وحتى هتلاقي كمان في المراجعات هناخد مع بعض الـ نقرأ كده ونحل بسرعة طالما قلت بيسافر ما ينفعش أقول ترانسبورتر أسمع منك كده بتقولي اللي جبه تبقى كلمة كوم يوتر اتنين هناخد عدد حياته ونحل بسرعة ونحل بسرعة في عدده بيسافر بمعنى يعدي أقول هو بيعدي حياته بيوفر لبعاً ما ينفعش لكن في كلمة حلوة جداً ممكن أقول أقول هناخد بيقضي حياته ثلاثة ثلاثة The explosion made a passive hole in the ground ما ينفعش أقول passive hole إذا قلت فتحة أو حفرة أو الحفرة ضخمة عميقة أقول massive طب لو جيف الامتحان واحد قال لي مثلا ممكن لستخدم بيج تمشي مفيش مشاكل The funnel بدأنا كده بقت غلط لازم أقول the tunnel goes under the Nile خمسة A strong economy depends on a healthy manufacturing basic بينا من اسمها لا عاوز أقول قاعدة يبقى peace B-A-S-E ستة The statue was possessed كده بقت غلط عاوز أقول وضعه يبقى positioned The government has made a plan to raise taxes أو لسه إلينا من شوقتي من شوية made a plan يبقى جابة الاختراس كانت مظبوطة The government has made a plan to raise taxes عاوز أقول عشان تجمع أو ترفع يبقى ما قولش raise أقول raise لأننا لدي كلمة raise بالذات لا يمكن يجي بعدها object مفعول لكن raise هي اللي يجي بعدها object It was unthinking من غير ما أكمل الإجابة ومن غير ما أراها تبقى unthinkable تسعة The earth is discriminated by the sun طبعا ما ينفعش أقول discriminated لكن أقول Illuminated 10 Keep away from the edge of the stiff برضو ما ينفعش أقول stiff أقول clef 11 أنا بتأخر شوية عشان لديك فرصة تقول أو أنت عمل stop Egypt has many amazed works of engineering ما أقول شي أميزد أقول amazing لأنها غير عاقل There are a lot of history monuments in Egypt هنا ممكن أقول historic وممكن أقول historical 13 13 The street is 50 meters length عندي برضو إجابتين يا إما أقول 50 meters In ولا أقول أقول in length يا إما أشيء length وحط مكانها Long 14 We should stop people pollute the environment معروفة أن stop يجي بعديها ING لحد دلوقتي بعد كده هناخد حاجة ثانية Stop يجي بعديها ING بمعنى يمنع فأقول إحنا نوقف أو نمنع يبقى Polluting 15 The great wall of China was built to keep the attackers Out تبعد ممكن أقول Keep away يبعد شوية ما فيش مشاكل كده يبقى احنا قرينا مع بعض الكلمات والlanguage notes وأسئلة عليها دلوقتي جيما عدنا مع grammar وده اللي هنشوفه المرة جاء إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر